تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني محمد عواد في البداية بعتذر على بكتها بشكل متأخر عن المعتاد لكن لأنه كان يوم أمس عنا أيضا فيديوهات للريال مدريد وبرشلولا لو سألت أي واحد في الدنيا عن أجمل أسست شافه بحياته حتلقى نسبة كبيرة وربما تكون الغالبية في الجيل الجديد بتقول أسست جوتي لبنزيمة أمام دي بورتيفو الأسست الغريب اللي حجيب اللي قصته مش بس مجرد جمال له تفاصيل كثيرة أنا حاب أحكيها بهذه القصة عشان تكتمل أهمية هذا الكعب فعلا في ذلك الكعب كان دعم معنوي هائل لمسيرة بنزيمة في ذلك الكعب كان تحول مهم في مشروع الجالاكتيكوس الجديد في موسم 2009-2010 كان ريال مدريد جاي مع جالاكتيكوس جديد يقودو كريستيان رونالدو كاكت شابي ألونسو ولاعب موهوب شاب صغير اشترى من ليون اسمه كاريم بنزيمة وسط الفريق الجولي 20 الفارق مع برشلونة 5 نقاطه برشلونة فاس بمباراته في الجولي 20 وبالتالي صار فيه ضغط كبير على ريال مدريد اللي ذاهب يلعب مع دي بورتيفو في ملعبه ريازور أو عشان ما يزعلوش منه اللي بيحكوا اسباني في السوشيل ميديا منقول رياثور وأعتقد يعني الله أعلم المهم في هذا الملعب كان فيه عقدة تاريخية لريال مدريد لما راح عام 2010 كان له 19 سنة مش قادر يفوز في هذا الملعب إذن الكعب أول شي ما كان مجرد كعب جميل كان له علاقة بعقدة تاريخية في ذلك اللقاء غاب كريستيانو رونالدو فزادت مشاكل ريال مدريد قبل مواجهة دي بورتيفو أنه ممكن هالعقدة تستمر والدور ينتهي على الجولي 20 يعني بأول مرحلة بمراحل الإياب بعد 13 دقيقة ريال مدريد تقدم عبر جرانيرو فدي بورتيفو عمل ضغط هائل جدا على ريال مدريد ووضعه فعلا في مناطقه حتى الدقيقة 40 أربلو قطع كرة بدأت صعود بالكرة تمريره تمريرتين ارتكزوا على بنزيمة في البداية تمريره تمريرتين هاجموا ارتده قوتي أمام المرمى لازم يشوت انتهى أمام المرمى فجأة انجن هذا الرجل ورجع الكرة بكعبه لكريب بنزيمة ليسجل هدف تاريخي لا ينسى هذا الهدف مش مجرد هدف جميل هذا الهدف لما ندخل بتفاصيله له معنى كبير في ذلك المباراة سجل بنزيمة الهدف الثالث أيضا وريال مدريد فاز 3 و 1 في ذلك اللقاء سجل بنزيمة أول هدف له خارج برنابيه مع ريال مدريد بنزيمة لو تروح على جوجل وتعمله سيرج وتدوره على ما قبل هذه المباراة حتلقوا أخبار تتكلم احتمال خروج بنزيمة وعودته لفرنسا لأنه مش متأقلم حتلقوا التقارير عام لخمس خيارات أفضل من بنزيمة لريال مدريد حتلقوا كثير أشياء كانت تتكلم أنه بنزيمة صفقة فاشلة لأنه كان عدد أهدافه قليل لكن لما بنزيمة فك هذه العقدة ليه عقدة 19 سنة وسجل هدفين في ذلك اللقاء تغيرت النظرة لإله فمسيرة بنزيمة فعليا تغيرت من لحظة ذلك الكعب أيضا من أهمية ذلك اللقاء والحسن في شيء مهم لبيريز نفسه فرونتينو بيريز اللي كان عائد بمشروع جديد كان فيه انتقالات للجاركتكوس الجديد ولعدم توازنه وأنه الفريق خسران كان قبل جولتين مع بلباو بهدف مقابل الأشياء وكان فيه خوف أنه يتعثر هنا وينتهي بعد هذا الفوز ريال مدريد مشى سلسلة 12 مباراة بلا خسائر بل انتصارات كلها حتى مواجهة برشورانة لخسرة 2-0 في البرنابيو إذن سلسلة طويلة رفعت الثقة بهذا المشروع شعر بيريز أنه أنا عندي الفريق القوي ناقصني المدرب اللي يمشي للمباريات الكبرى فكان لاحقا زي ما بنعرف خيار جوزي مورينيو اللي جاء وظبط المشروع ووضعه على سكة مستوى آخر ثم جاء أنشلوتي توجي المشروع ثم جاء زيدان حسم وختم كرة القدم مع ريال مدين باختصار الكعب ربما يكون أجمل أسست شاهدوا كثير ناس في حياتهم بالنسبة لهم باختصار الكعب رائع الصور رائعة كل شي رائع لكن تفاصيله بالنسبة لي هي الأرواح أهميتك أنك تعيش اللحظة تعرف أنه هذا الكعب فك عقدة تاريخية تعرف أنه هذا الكعب رفع ثقة بنزيمة بنفسه تعرف أنه هذا الكعب وجه مشروع الجالكتيكوس لشيء من الثقة الأكبر من الاهتزاز اللي كان في البداية لأنه الجالكتيكوس مع بيريز كان يحمل تاريخ سيء زي ما بنعرف من تجربته الأولى نوصل لنا هي الحلقة بذكركم تشتركوا بقناة سلب سبورت على اليوتيوب وتشوفوا بالوصف جميع حساباتي في التواصل الاجتماعي خلونا نكون متواصلين في أكثر من مكان عشان أقدر أوصلكم بفيديوهات دائما والسلام عليكم ورحمة الله